اشتركوا في القناة والذي ينظمه المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة بالتعاون مع الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إننا وضعنا هذه الفئة على رأس أولوياتنا في جميع المبادرات التي أطلقناها والتي سنطلقها وذلك إيمانا منا بأهمية منحها فرصة أن تعبر عن رأيها وتطلق العنان لقدراتها وطاقاتها لتكون أكثر فعالية في المجتمع وأكد سموه أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلعب دورا هاما وكبيرا في تنفيذ البرامج والخطط الهادفة لرعاية ذوي العزيمة وضيفا سموه أن ذلك يعكس حرص الوزارة على ترجمة التوجيهات الحكومية المتوافقة مع ما تضمنه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوجيه الاهتمام والدعم اللازم لذوي الإعاقة الذي يلبي طموحاتهم في الاندماج في المجتمع ويسهم في أن يكونوا قادرين على المشاركة والتفاعل في مختلف جوانب الحياة وقال سموه شخالد بن حمد آل خليفة إننا نقدر الجهود الكبيرة التي تبدلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان في تنفيذ المشاريع التنموية التي تتناغم مع العمل الحكومي الرامي للتأكيد على التوجيهات الملكية السامية في رعاية ودعم ذوي العزيمة عبر توفير الاحتياجات التي تتماشى مع تطلعاتهم في المضي نحو تطوير قدراتهم وأمكانياتهم والتي تمنحهم فرصة لإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم ليكونوا أكثر ملاءمة في المشاركة الحقيقية بالعملية التنموية بمختلف المجالات فالوزارة ومن منطلق عملها حرصت على إنشاء المراكز المتخصصة وتنفيذ مختلف البرامج والفعاليات التي تهدف لتوفير الدعم اللازم وتعزيز ثقافة الاهتمام بهذه الفئة التي تحتاج منا جميعا أن نقف بجانبها وأن نكون مساندين لها لتنعم بحياة أكثر إشراقا وتفاؤلا وأملا نحو تحقيق تطلعاتها بأن تشاركنا العطاء والبذل تجاه وطننا الغالي مثمنا سموه في الوقت ذاته رعاية الوزارة كشريك استراتيجي لمبادرات سموه العلمية الإنسانية لا سيما على صعيد مؤتمر ومعرض تكنولا إعاقة أفكار وبحوث ومشاريع طرحت في اليوم الثاني لمؤتمر تكنولا إعاقة أثرت الحضور بمعلومات جديدة وكشفت عن آخر الدراسة التي قام بها المشاركون في المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل تسلط الضوى على كافة الجوانب المتعلقة بمساعدة ذوي العزيمة على تخطي إعاقتهم بشكل سلس اليوم نشوف الملتقى بدأ بورش عمل تثقيفية وتوعوية بشكل رائع جدا إيصار رسائل محاولة إيصار رسائل إيجابية رائعة جدا لفئة ذوي الاحتياج خاصة بشكل عام على مستوى العالم اليوم ننطلق في البحرين كالعادة بتميز البحرين ومملكة البحرين بهذا الأعمال الرائدة في المسؤولية المجتمعية نشارك نحن مجموعة من الشباب السعوديين والشابات السعوديات في هذا الملتقى الرائع وبإذن الله تعالى نتطلع لتحقيقه على أرض الميدان حتى يصبح فعلا ما نراه يذكر أو يقال أو يكتب مطبق على أرض الميدان عرفنا على الأشياء الجديدة في هذا المؤتمر من خلال الخبراء بوجود أجهزة حديثة للفئة المعاقين الشيء الذي استفدنا منه التعارف من قبل الخبراء من كل دول الوطن العربي بشكل عام يعني الموجودين الجلسة انبحثتها بإسهاب الأفاق الجديدة في عالم التكنولوجيا وأثارها الإيجابية على المعاق وسبل الارتقاء بها في الوطن العربي للحاق بركب التقدم في هذا المجال تسهيلا لحياة المعاق ليحلق في فضاء لا تقف أمامه إلا حواجز المعرفة مع العمل على إيجاد الحلول المثلى وتنوع التقنيات لإيجاد عالم خصب للإبداع لفهم احتياجات المعاق المؤتمر أعتقد هو المؤتمر الأول حاليا في الوطن العربي ليكون تركيزا للتقنية لأفراد ذوي الإعاقة أوراق العمل كانت متنوعة ومتعددة بين جانب صحي جانب تربوي جانب تأحيلي في الجلستين الأولى والثانية الورقة العلمية التي قدمتها تتكلم عن تعزيز القدرات المتاكوغنيشن أو مورا المعرفة للطلاب ذوي الإعاقة من خلال التقنية المساعدة كيف من خلال الكتب الرقمية نستطيع أن نعزز الفهم القرائي للطلاب ذوي الإعاقة أو هي عمليات ذهنية فكرية معقدة جدا يحتاج منها دراستها بشكل أو وضعها تحت مجهر الدراسة لكي نظهر بتوصيات تفيد صانعي القرار في اتخاذات قرارات تفيد الأفراد ذوي الإعاقة هي كانت عن تضمنت أو ركزت في الأجهزة المساعدة يعني للأطفال بشدة الإعاقات طبعا عن الورقة مالية هي عبارة عن مشروع قدمناه في مساعدة أطفال التوحد باستخدام الأجهزة المساعدة وذلك للتنمية وتطوير قدراتهم في قانب التواصل اللفظي اللغوي والتواصل الاجتماعي والتواصل البصري ربط ذوي العزيمة والمهتمين بهذا المجال انطلق من تكنولاء إعاقة من خلال بوابة الإنسانية والتي تعتبر أول موقع عربي متخصص بالعمل الإنساني بوابة الإنسانية هي مرتبطة بمفهوم بناء القدرات المعرفية والمؤسسية هذا المفهوم حاولنا أن نطبقه من خلال هذا المؤتمر الكريم اللي جاء بمرعاية من سمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظه بحيث أنه نربط ما بين العلم والنظرية وبين التطبيق من خلال إرسال رسائل إلى أولياء الأمور والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة وحيث نطور هذا المفهوم بناء القدرات نطور أفراد العاملين في المؤسسات العاقة وهذا سينعكس بالتأكيد على أولياء الأمور وعلى يعني بالنهاية على المستفيد النهائي هو المعاقة رسائل إنسانية ومضامين هادفة لتعزيز ثقافة الاهتمام بدوي العزيمة بحثت في ورش عمل أكد المشاركون فيها بأن محتواها كان شاملا ومتكامل أوراق عمل متنوعة استعرضت تجارب متميزة أكدت في فحواها بأن التدخل التكنولوجي المساعد لدوي العزيمة سينقلهم إلى عالم جميل ومريح خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين